السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين فضلا عن أضرار المادية الفاتحة وتفيد التقارير الوالدة من بيروت بأن الفجار وقع في منطقة مرفع بيروت كما أفاد التقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثاني وتحدث وذجر الصحة اللبناني عن وقوع عدد كبير من الإصابات نتيجة الانفجار ونسبت وكالة الأنباء رويترز إلى مصادق لها إن عشرة أشخاص قد انتشرت من أجزاءهم بين الركام وتفيد التقارير أن الانفجار الثاني قد يكون وقع في مكان سكان الحريري في المدينة وقد أعلن رئيس الوزراء حسن دياب يوم غدل الأربعاء يوم حداد وتحدث تقارير إعلامية عن إصابة ابنة وزوجة رئيس الركومة بجروح طفيفة وعرضت وسائل إعلان محلية صورا لأشخاص عالقين تحت الأنقاد وصف شاهد عيال الانفجار الأول بأنه يصم الآذان من شدته وظهرت لقطات فيديو سيارات محطمة وباني متضررة وتأتي تلك الأنباء في أجواء توثر سياسي في لبنان مع استمرار تظاهرات ضد طريقة تعامل الركوم مع أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها البلد منذ الحرب الأهلية كما ياتي انفجار وقت يتسم بالحساسية قبل ثلاثة أيام من نطق الحكم النهائي في قضية اقتلال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحاريري يذكر أن محكمة الأمم المتحدة على وشكي صدار حكمها في المحاكمة الغيابية لأربعة أشخاص مشتبه بهم في اقتلال الحاريري عن طريق سيارة مفخخة